اشتركوا في القناة عند السيدة كيف يعطي سيمتري أكتر لوجها. يعني بين الجولاين وال هاي تشيك بونز في شيء أتراكتف عند الرجل وعند المرأة. في شيء بيلفت. واللي بيلفت الرجل للمرأة لما بيشوف الجولاين محدد وبيشوف هاي تشيك بونز عالين. أما المرأة بتشوف عند الرجل هانتر أكتر هيك بتشوف العينين يلي هيك بيكونوا كتير بيشدوا مع التشيك بونز يلي بيكونوا محددين والجولاين محدد. نحن اليوم نبليش نشوف بالصور قبل محدد انه كيف نعرف إذا عنا هاي تشيك بونز لازم نطلع بهالصورة ونشوف البريتش أوف دا نوز. يعني هون عم نشوف هالزيح عند البريتش إذا مناخد ويندو لحتى نحدد هالبارت مع البارت هيدا هيدا البريتش أوف دا نوز إذا بتلاحظي. هيك هيك هيك. هيدا المطرح يلي بتكون البشرة مرتاحة بأعمار الأرلي إيج وبتضلق عند بعض الأشخاص يلي جينز عندهم بتكون إنها تحافظ. وهيدا شي أنا عندي من عائلتي من الجينز والبعض الآخر بتفضى هاي البارت لعني هي اسمها جيجوماتيك بون هون هي الستركتشر. طيب ليه منقول إنه هاي تشيك بونز بس البونز بيضلن هني زيتهم بس شو بيصير دينسيتي البوليوم يلي موجود بالعضل بالفات بيبليش يضعف عند بعض الأشخاص بحكم المرض بحكم الضعف يو يو لما ما بينتبهوا لوزنن وبالميك أب إذا ما بيعرفوا يعملوا الميك أب يلي بيشقل لتشيك بونز أو بالفيلر لبعض الأشخاص بحاجة. لما نكون عم نحكي عم بسمع مرة دكتور ري مطران عم يحكي عن أنه رجال صاروا عم يطلبوا مثلهم مثل السيدات أنه يكون في عندهم هاي تشيك بونز عند الرجل هاي تشيك بونز كتير مش متطلب لأنه بيقدر يعلي بيذقنه هون المستوى مثل ما عم نشوف لحتى يعطي هيدا البارت أملة بيكون محافظ على الرياضة على صحة جسمه على أكله ولكن الجولاين بده تحديد إذا ما عنده يهي بده إضافة أو تحديد بالذقن لنشوفه أكثر كمان بالصور يلي بتحدد ما بين الرجل والمرأة ويلي مثل ما منعرف أنجلينا جولي كانت يلي تأثر فيها كتار لحتى يعملوا مثله هون الرجل عم نشوف كيف الظقن قدر يعطي إيمي للهاي تشيك بونز ولل الجولاين شوفي هون ما أيرشيه بس بس دقنه بتلاحظي بيك ديفرنس أكيد أنا فضلته مع الظقن مع الشوفرون بالمستاش يلي بيشؤل لأنه بيوصل لهون ما بيكون نازل نزول عطى جميل أكتر وحدد الجميل في شي بدي أقوله هون عن الشيك بونز وهون عم نشوف ماجد المهندس أكتر من فينا نحكي مثال جميل الرجل بالذقن المحدد الجميل يلي عطى كذا اللون والشكل مثل ما بيقوله لجميل الرجل يلي هو لما بيكون الذقن محدد بشكل حلو ويليق بمكونات البشرة الذقن المرسوم أو الشيك بونز اللي بيكون محدد مع الجولاين بيقدر يقرأ الكاركتير يعني بتقولي فول انرجي بتقولي باورفول بتقولي هيك طيبة لأنه بيعطي هيك هالخد جميل لما منشوف الأشخاص بهال ستايل إلى جانب هالشي بتشوفي الأشخاص يلي هون بيصير عندهم ضعف بهالمنطقة بتحدد الجولاين من هون والشيكس من هون هي جميلة عند بعض الأشخاص لكن أنا بيعطيني هيك ملتك أنه إنسان عنده حزن لما بيضعف كتير هاي المنطقة وبتكون هاي المنطقة كمان ملياني أو ساجد كمان سو مش غلط هون بالصورة اللي على اليمين يعبي شوي إذا بنرجع للصورة اللي قبلها يعبي شوي فلر عند راس الخد متل ما عمشو هون الدقن ما نفعت لا ما نفعت زيدت ليه لأنه حدده هون بالمطرح شوفي بدون ذقن كان وجه مبين مش عاشق مع الذقن بين كأنه عاشق سو هالتحديد هي خطأ مشان هيك كستايلست أنا لما بدرس ذقن الرجل بتطلع كيف عالي ترائز أب الوجه وبذات الوقت قاطئ إذا فيه دوب المونطون خفف منه هون عنده دوب المونطون مش موجودة سوى هالذقن الطويل ما جملت شوفي بدون ذقن أدي حلو الجولاين عنده ومحدد بينما منشوف كمان بحاجبه لما كان مغمأ وكان أجمل كمان بهالصورة عم نشوف أنه العكس شوفي هون ذقن كيف شيل الترهل يلي موجود بالجولاين كيف الذقن يلي كانت كتير مربعة مش ليه بقى مع ستيل الأنف وستيل الوجه كل لأنه عنده هو وجه مربع الإجاد ذقن بهالستايل بهالتغميقة عند المستاش طول المستاش الرمجي الألوان هيك الأسود والأبيض اللي عم نشوفها بالذقن عطية جميل ويوث أكتر الأشخاص مثل ما عم نشوف هون هون بتحسي مثل كأنه شخص يعني أنا بتذكر هون ملحم بركات كنت دايما نحبه بمستاش وشوف لما يحلق المستاش بشع هيدا الستايل الله يرحمه بحب اللوك يلي بيعطي فل للكاركتير الأوي لأنه في بعض أشخاص مثل ما ملحم بركات الجريء اللي عنده حضور فيتنا يكون في صورة لقاله يمكن لازم ينعمل حلقة خاصة لملحم بركات مش بس للصوت للحضور للإطلال لاحترام المظهر وقيمة المرأة بنظره يعني كتير عنده نظرية كتير عالية لما منحكي عن جولاين وهي شيك بونز نحنا عم نحكي عن منطقة في هالبارت يلي متل ما عم تشوف لما شقفت هالبارت تحت العين شوفي كيف تعب الوج بالصورتين ما تغير شي غير انه ضل في هالفراغ تحت العينين يلي هلأ من المستحب انه تم تعبقته بالفات انجيكشن للبعض الاشخاص يلي بيشوفوا انه مع البروفيشنل لحتى ما يبين هيدا هالشي يلي بيحدد ما يبين عظمة الزيغوماتيك الموجودة هون والمسلز والفات يلي بيعطوه جميل بهالصورة الايديل انشفتي بذقن او بدون ذقن باثنين جميل جدا هاو دي الهانتر ايز ديوخين الدنيا يعني عاملين القصة كلها ولكن شوفي بحاجب المغمى المش مدقور قدي عطيت العين اجمل وشوفي لما شفيف بيكون الشخص عنده شفيف ملياني مش بالضروري يضيف مستاش سو هون هالمستاش الخفيف النعمة عضية جميل اكتر للرجل عند الرجل هيدا هال اوبر اول اللي كان يعطيه الوز بريسلي اللي كان سباق بانه يفكر انه الفابوري اي السيلف هو اللي بيعمل هال كونتورينج عند الرجل وانا اصير تجرب فتش بصور وشوفي هون كأنه مبروم شوفي هون كيف محدد الجولاين كيف الخد شاء لانه اعتمد فقط الفابوري صحيح كان موضة ولكن الموضة هي فكر هو عمل مثل ما فيك تقول ليوناردو ديفينتشي كيف رسم الوج عمل كونتورينج غمقه وضوى وين اللازم هيدا سر الستار تكون في عنده something special انا البس جربت فتشوه اذا كانوا ملزقين ولا حقيقة شفت انه شعره سمكته كتير قوية شفته لما كان محلوق ذقن عنده صور قدام بعد مبين الشعر الاسود بهذه المنطقة سو شوفي هال masculinity سو لما بيكون في عنا جولاين قوي عند الرجل و cheekbones مزبوطين بيعته masculinity عند السيد بديت تنتبه انه ما تزيد انه ما يعته masculinity بهالصورة يلي عم نشوفها بتشوفي انه في طيبة بالوج بتشوفي عند الشخصين الhigh cheekbones ما عاطي على اليمين كاركتير بينه مع الشميل عاطي كاركتير ليه؟ لانه ألوانه بتساعده انه يعطي مع الفوليوم الموجود باللبس مع طريقة مج البيرد بالمستاش الخفيف مش المحدد هون الديعة أحلى سو أنا بريفير بصوت للشميل لانه بشوفه مور وبشوف انه الشعر الفاتح هون ما خدم الوجه ككل سو من أنتبه عند الرجل ما يسرع يلعب بشعره يغير ألوانه لانه شعر عند الرجل اذا كتير انمسك بطريقة خاطئة بكيراتين بهايلايت بكل هالاشياء معرض انه يترك أثار جانبية لانه ما بنعرف التستوستيرون كيف وضعه كيف الجينز بده تكون قد ما فيه حافظ على الناتشوراليتي ما فيه أقول دي أنا متأسرة بما بين الكونتورينج يلي بيتركوا الأشخاص يلي بيعرفوا يرسموا الوجه وأنا هون بشوف انه ندفت هايلايتر شوفي لما منضيف هايلايتر خفيف جدا على منتصف ما بين إذا منحددها قبل بيوبل أوف دا آي ضربة هيك صغيرة وأنا بعتمدها هاي لعني بعتبر انه كتير اللومينيشن عالي بها المنطقة ما بتحلي بيعطي كأنه تزيد مش ضروري يكون في تدخل تاني أبدا أبدا هيدا صف مكياج هيدا حرف التلاتة بالانجليزي مثل ما منقول كيف منرسمها لحتى نضوي أعلى من الزيح الغامق ونضوي اللور بارت يلي بيكون هون فارغ مع الميك أب كيف بيعطي هالدفرنس بالضو ودايما الحدود اللي عم نشوفها القوية بالزيح الأزرق هي يلي ما لازم نحددها لما نستعمل الكونتورينج لازم ننتبه كمان الكونسيلر وين عم نحطه نعطي دوتس للكونسيلر شوفي كيف كانت أنجلينا جولي قبل ما قوت الجولاين لأنه الكثير بيفكروا أنه هي بورن تبي لأهي شغلة أكتر عليها لحتى صار في عندها هيدا الجميل لأنه البوند ستركتر عندها حلوة زادت شي بسيط عطاها كراكتر نحن نقول في شايب هيدا كان في شايب مبطل هيدا منا في شايب إلا اللور بارت هو في شايب الفي شايب عندها لبقلة باللور بارت وليبقلة بالهاير بارت لما منشوفها بميك أب مدموجة أكتر يمكن تفضلي الهاير بارت بينما اللور بارت الناتشوراليتي طبعه حلوة كتير وجميلة وأحيانا التصوير بيظلم الأشخاص ويكون يمكن ما عندها أي تدخل ولكن أنا I think yes ولكن إنه نجرب نتشبه لأانجلينا جولي هو مش الأرار لازم نحن نعرف البوند ستركتشر طبعا نعرف شو بيالبقلنا ونكون مع الأخي الصائد طبيب المتمكن المتمرس من اختيار الأرار ونحن بطريقة اللي منعمل فيها definition أو منعمل shading أو framing بشعرنا مثل ما عملت أنا اليوم غيرت السريحتي عملت framing أكتر للوج لحتى أعطي أكتر لجولاين يعلى والlower part جولاين وغمقتهم فتحت عند الشفيف حددت عند العينين لحتى يكون مثال للحديث يلي اليوم عم نحكيه حتى يلي بيكون دايما فينا نصحح بكل الأعمار شكرا ليلة ناخد وقفة هلأ ونرجع من تبا mtv alive لليوم خليكن معنا